كان فيه 21 ست بيقولوا أنا حياتي اتغيرت بسبب المناصة دي بسبب أن أنا في حد بيكلمني عن جسمي وبيقولي أن جسمي ده مش عيب أن أنا ممكن أسأل فيه عادي أنه مش غلط مادر بينج بدأت أول سنة 2020 عشان كنت حاسة أنه فيه نيد كبيرة جداً لدعم الأمهات والستات الحوامل في مساحة الولادة بالذات وده كان نتيجة أن أنا مريت برضو بتجارب مش حلوة قوي وقت ما كنت حامل في بنتي وقت الولادة وبعد الولادة مباشرة وكان عندي اكتئاب ما بعد الولادة قررت أن أنا عايز أخش في سكة أن أنا أترين وأبقى دولة الدولة بتكون أو بيكون شخص موجود أنه يدعم الأب والأم لفترة الحمل ووقت الولادة وبعد الولادة على طول بيبقى دعم نفسي عطفي جسدي ممكن بيعمل مساج وبيبقى دعم برضو في المعلومات فحسيت أن دي حاجة مش موجودة والمعلومات دي كلها عند الدكاترة بس ومش متاحة للناس فبدأت أقول طيب والله أنا محتاج أعمل بحيث أن المعلومات دي تتبصت والأبحاث اللي موجودة أونلاين تتبصت برضو وحد دي ببيشرحها بطريقة كده بالبلدي فبدأت أن أنا أشوف إيه المواضيع اللي بيجيلي أسئلة عليها كثير وعادة ما بجاوبهاش أولهم كانت العزرية ده كان أكبر سؤال عند كل البنات اللي بتسأل طب هو أنا لو كذا أبقى لسه عزراء هو أنا طب الغشاء بتاعي ما عرفش إيه قلت يا جماعة أنا عارفة أنه هنا في مصر في بنات بتتقتل بسبب الموضوع بسبب جهل فبسطت الموضوع تلقيت بالسلصال قلت أنا حعملها حتكلم ما كنتش عارفة حيبرد فعلا الناس إيه لما حيجي يتكلم عن الناحية بقى التبية العلمية عن الغشاء ولازمته إيه وإنه هو أصلا ملوش لازمة خالص وإنه أصلا لازمته الأساسية أن هي حماية الطفل الصغير من دخول حاجة جوا المهبل في الثن الصغير لما بيقول لسه مش عارفين ينظفوا نفسهم بس لما الست بتكبر بيبقوش اللي لازمة أنا ما تكلمت عن الموضوع ده وبسطه لقيت أن الناس كلها كانت لهوا هاهو بتتكلم على ده يا لهوي إيه ده شكرا مع عوشي لقيت الحر موجود كان حلو جدا أكتر من الحر الموجود الوحش كل مواضيع اللي بتكلم فيها ما بحبش إن أنا أتكلم فيها من ناحية الطبية أو العلمية البحث أنا بحب إن أنا أعمل الواصلة ما بين المعلومة والشخص ففكرة مثلا ما تكلمت عن الختانة أتكلمت على الختان ده بيؤثر عليكي إزاي في المدى البعيد في حياتك إن دي صدمة إزاي ممكن تتخطي الصدمة دي لما لقيت إنه حاصل علي هجوم من الكميونيتي بتاعت الأطباء والطلبة اللي في الطب طلعت بفيديو بشرح فيه إنه كون إن الواحد بيبحث في الحاجات اللي هي علاقة بالطب والعلم وهكذا وإنه بيقدر يشاير الحاجات دي أو يبسطها ويوصلها للناس مش معناها إن ده بديل لاستشارة الدكتور أنا خلصت خلاص تدريبي فبقيت صدرية إن أنا بقى relationship and sex educator وهي كانت حاجة بالنسبة لي لازم تحصل عشان ما يجريش حد يقول إنتي تقليل في الحاجات دي دي I think إنه في قلق من إنه بقى فيه مئة ألف شخص بيتابع الصفحة دي فده معناها إنه فيه مئة ألف ست بتتمكن بقى عندها العلم بقى عندها المعلومات الزيادة أنا عايزة أمكنها إن هي تبقى حاسة إنه جسمها ده ملكها إذا كان في الطب الناس أو التوليد أو إذا كان في حياتها الشخصية فكرة إن هي يحصل تواصل مع جسمها ده بالنسبة لي حاجة أنا شايفة إنه إحنا في مجتمعنا مش موجودة أنا الستات كان فيه كلاس مبارح بدرسه بيبقى توعية عن الدورة الشهرية إحنا في آخر كلاس إحنا كلنا كل منعيط منعيط بجد يعني الستات بتشكرني إنه هي بتقول كان فيه واحد بتقول لي أنا اتجوزت وطلقت وكنت حاسة أنا ما اتجوزتش أنا ما كنتش عارفة حاجة عن جسمي هيبقى الميشن ستيتمنت بتاعنا أول السنة إنه الراجل جزء من الحوار ده لإنه لو إحنا مكننا الستة بس الراجل لسه قاعد في الضلمة مش فاهم حاجة يبقى إحنا ما عملناش حاجة فلازم هيبدأ برضو المحتوى بتاعنا يضم الرجالة شوية نبدأ نتكلم عن الصحة الجنسية بشكل عام وأنا نفسي إنه يبقى الكلاسات التوعية اللي بعملها دي تبقى متاحة لكل الناس إن هي بالعربي فهي مفروض تبقى متاحة لكل البنات وكل الستات من كل المحافظات من كل الأقاليم فإن شاء الله I think 2021 في حاجات كبيرة هتتعمل في الحتة دي